نحن نقوم بعمل الفاصل لأخبار النادي الأهلي النادي الأهلي طبعا تدريبه النهاردة طبعا بيستعد في تدريبه الجماعة النهاردة للمباراة فاركو اللي جاية وانتعرفين برضو لو ربطنا ما بين النادي الأهلي وفاركو هنقول أنه فاركو نينو ألميدا خلاص نادي فاركو أنهى عقده وتولى كابتن إيهاب جلال القيادة الفانية لنادي فاركو في مباراةه اللي جاية اللي هتبقى إن شاء الله يوم الثلاث المقبل إن شاء الله في إسكندرية في الجولة التمنى من الدور العام المصري المباراة طبعا هتبقى مباراة قوية لأن طبعا كان في مباراة يعني كان فيها نادي الأهلي أمام نادي فيوتشر اللي قد فيها أداء ولا أروع فيوتشر وتعادل وهو مطروض من عنده عمر كمال عبد الواحد في ديئة عشرين وضيع ضرب الجزاء لمحمد مجدي أفشا برضو هنتكلم على بعض الأمور الخاصة به يعني لاحقا يعني كل ينزل علىنا والأمور يعني مع أفشا طالما جبنا سيرة أفشا فيه ثلاث عقوبات العقوبة وفيه طبعا كان فيه عرض للنادي الباطن الباطن السعودي المتقدم للنادي الأهلي بعرض ب350 ألف دولار والنادي الأهلي كان شاف أن العرض ده طبعا يعني مش قيمة أفشا بالنسبة للعب مهم جدا في منتقب مصر والنادي الأهلي أفشا وغضبه أنه كان فيه وعد بتجديد عقد محمد مجدي أفشا من فترة كلام ده من حوالي سنتين وخاصة بعد التدويق باللقب أمام كازر شيف أفشا بقاله فترة في عقده ومتكلمينه ووعدينه لكن محدش من موجودين في النادي الأهلي قاعد معاه أو الموضوع اتأخر شوية لبعض الظروف اللي كان بيمر بالنادي الأهلي في الفترة اللي فاتت تم تأجيل موضوع ووعود كان فيه وعود بالترضية في الوقت الحالي مما أصر غضب اللعب وقدر وصول العلاقة بين اللعب والأهلي لأمور يعني إن شاء الله تتحل في اللي جاي هم قالوا جلوس على دوكة البدلاء وهو كمان لا رجل مش على دوكة البدلاء رجل يعني في بعض الأوقات المدير الفاني بيشوفه موجود عايزه بيلعبه مش عايزه بيبقى يحتاجه في بعض الأوقات المباراة وهو كمان في مباراة فيوتشر من أحسن لعب النادي الأهلي بأمانة يعني بس طبعا ضربة الجزاء دايما الناس بتسيب البروازي الكيبير كله بتروح لنقطة معينة كده مش عاجبها في اللوحة أو في الفرشة ما علينا يعني هي دي أمور بتحدث في قرط القدم وبتحدث في الأندية المصرية مثلا في الأندية العالمية مش الأندية المصرية بس أني لعب في بعض الأوقات مبقاش موفق لكن إن شاء الله الأمور ما بين محمد مجدي أفشا لعب كبير وما بين النادي الأهلي وعقوبة توقعت عليها هو طبعا أكيد هو رجل راضي بما يوقع عليه من عقوبة زي بعض الأوقات من النادي الأهلي بيكفؤوا زيه زي زميله طبعا ده من اختصاص مجلس الإدارة طبعا يعني هي مشكلة هي في 200 ألف جنيه كل ده بعد الأزمة واللي متعرفوش ولا اللي عندي معلومة به إن معلول هو هو اللي مرضيش يسدد معلول اللي مرضيش يسدد هو اللي خلي محمد مجدي أفشا يسدد وبرضو كان التصريح المغير تماما واللي نتكلمنا عليه كان معايا في ضيوفي الصايغ وكان ضيوفي محمد عادل واتكلمنا لا إزاي مدير فني كبير زي كولر درب منتخبات ودرب فينا كبيرة جدا يقول لك أنا ما كانش عندي علم بالمجدي أفشا هيسدد ضربة الجزاء ده إزاي انت واقف وتوجه وبتتكلم أكيد يعني دي أمور أتمنى أتمنى للنادي الأهلي طبعا في الفترة اللي جاية لأمور تتحل في بقى ستوري عملوا أفشا يعني مساعل منه لعبة النادي الأهلي هو طبعا يعني انتوا شفت الهجوم على النادي الأهلي اللي على أفشا هو تدريبه الأفشا بيتمرن الراجل هو في الجيم في الجيم وأفشا من الناس اللي أنا عرفها وقريب منها الراجل بيتقبل أي حاجة على فكرة وراجل يعني مسالم ومقتنع أنه هو لو في فترة وفترات مش كويس يبقى يكتهد يبقى للأحسن لهو في أحسن برضو بيبقى عادي جدا وأموره يعني فيها ودايما بأمانة دايما وقريب منه بيتكلم على الأهلي بكل يعني شرف وعزة وأنه هو موجود في النادي الأهلي وهو من خلال النادي الأهلي حقق أنه جميل هو موجود فيها والقادرة ممكن والحاجات اللي ما ماشي في الشارع والناس تكلموا لكن ممكن اللاعب في بعض الأوقات المستوى يقلي شوية عادي ما أش موفق مباراة عادي لكن على مجمل أعماله زي ما بيقول فيه تكريم داي من حاجة كده يعني لك تكريم محمد عباس على مجمل أعماله راجل مثلا عمل كاز دا ودا 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 وفي الآخر أنت بتكفؤ لكن طبعا العلاقة ما بين أفشا وجميل الأهلي لازم تبقى علاقة جميلة جدا زي كل زماله اللاعبين جميل النادي أهلي لتقبل قسم على اثنين زيها زي جمهير الزمالك زي جمهير المصري زي جمهير الاتحاد زي المحلة زي كل الناس اللي موجودين وبتابع قرط القدم أكيد بيزعلوا لأن النادي الأهلي مر بتعثر في سنتين اللي فاتوا دوري وكاس مصر وخروجوا من طبعا في المرة النهائية أمام الوداد وهزمته لا يعني أمور بتخلي جمهير النادي الأهلي تؤسع لنا لكن داخل الأسرة الوحيدة الأسرة الوحدة بين النادي الأهلي وجهازه المعاون واللعبين الأمور تتحل ما بين النادي الأهلي جميل النادي الأهلي واللعبين لازم تبقى العلاقة فيها علاقة حب واحترام متبادل كمان كنا موجودين في المرات في ويتشر وشفته مثلا كهرباء كهرباء راجل ما بلعبش عبش خالص وعنده مشكلة الإقاف الجمهير قبلته أحلى استقبال حاجة يعني تشرف حاجة جميلة جدا وكمان عجبتني الروح الجميلة جدا ما بين لعبت النادي الأهلي واللعبت في ويتشر وزعنا لقطات خاصة بره منتها دمبارح وشفناها هي دي كورت القدم كورت القدم خسر ولما تدعادل بتبقى الأمور بنسبة لك عادي كهرباء قاعد جنب مؤمن زكريا بيتابع المباراة مؤمن زكريا نزل بعد كده في غرف الملابس ببعض المباراة سلم على لعبة فيوتشر قبل لعبة النادي الأهلي وكانت قاعدة جميلة جدا في كمان لقطات شفتوها قبل المباراة واللعيبة بينهم وبين بعض وده بقى ده بقى على فكرة يا جماعة اللي بيخلينا دايما نقول أن اللعبة بيحبوش بعض لا اللقطات دي كانت خاصة برمونتادة حب متبادل واحترام ما بين جميل نادي الأهلي وما بين أنا أسف اللعيبي نادي الأهلي واللعيبي فيوتشر الناس كلهم مع بعض يعني مثلا جونسان مثلا مع محمد مع أقرم توفيق مثلا يعني حاجة جميلة حاجة ممتعة بصراحة أنا متمنى دايما أن تبقى اللقاطات دي يعني تصويرها جاء في وقته أن دايما دي رسالة رسالة ورسالة مهمة جدا لكل الأندية المصرية نحن عايزين ناخد من الحلو وناخد من كاس العالم في قطر في نسخة 22 عايزين ناخد من الحاجات الإيجابيات الجميلة نقعد كده يبقى محللنا ونقادنا رضيين الأفاضل سواء في المسموع والمقروق والمكتوب ويعودوا يتكلمهم إزاي المرضود الإيجابي من كاس العالم نشوف بقى حاجة نقصنا نقولها ولو دايما يبقى النقض البناء النقض اللي دايما ناخد منه الكلمة الكويسة لما حد يقعد على كرسي الكلمة دي رصاصة خلي بالكم أحد يطلع يقول الكلمة يقول أي حاجة ممكن تتكلم المشكلة ليه لا ما نحن نجيب يعني نقدر نقول الأوجه المستفادة من منديال قطر عشرين وعشرين إزاي نطبق إزاي نبقى عندنا أكيديميات إزاي نبقى عندنا مشروع نطلع به منه أبطال إزاي نبقى عندنا نقل تلفزيون الكويس نستمتع به الناس بتاكتاد الرابطة برئاسة نايب أحمد دياب عاملين شغل كويس يحبوا لعبهم بعض الأسابيع خليل توقف كاس العالم عشان يلحقوا الدوري داي ينتهي في معادر المحدد وبعد كده يبدأ براحة اللاعبين لإنه في جهاز وبعد اللاعبين وبعد الفرق اللي مشاركة في دولة الأبطال والكونفدرالية